وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان وباب التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية المنصة هدفها هو توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض بلدنا خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة سالي النوبي مدير المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليك مسألة مفهوم الصحة النفسية وهل ده أصلا مفهوم متعارف عليه عندنا كمصريين وبنعترف به ومسألة أنه ما فيش وصم أنه يكون عندك اضطراب نفسي ماه وإزاي يتعامل معاه وأهمية وجود منصة الإلكترونية للخدمات دي طيب خلينا نقول أن ما زال لحد وقتنا دلوقتي فيه وصمة لها علاقة بالمرض النفسي وبالالتربات النفسية وأن حد يبقى عنده أزمة نفسية أو حد يبقى عنده مرض نفسي فما زال لحد دلوقتي الناس دايما بتبقى عندها مشكلة أن هي تعترف أن عندها مرض نفسي أو أن عند حد حتى في أسرتها عنده مرض نفسي وبيبقوا عايزين ده يتم في سرية تم الحقيقة قبل جائحة كورونا كان الإقبال على فكرة الصحة الإلكترونية عموما كان موجود وكان موجود في العالم كله لكن كان ما زال في الوطن العربي وفي مصر ما فيش إقبال عليه بشكل كافي بسبب حاجات كتير أولا إحنا كشهوب مش بنحب قوي أن احنا نغير الحاجات المتعرفة عليها لازم أنزل أروح لدكتور فاعيادة يشوفني وأشوفه ونتعامل بالشكل المتعرف عليه في تقديم الخدمة العلاجية الحاجة الثانية أن المريض أو أسرته كان بيبقى عندهم أحيانا شك هل ده يتم في سرية تمة لو أنا استخدمت بالضبط لو أنا استخدمت الصحة الإلكترونية أو الصحة النفسية الإلكترونية هل ده هيتم بشكل سري وهضمن أنا سرية بياناتي لأن إحنا لحد وقتنا ده لما بيجي المريض لأي عيادة نفسية بيسأل سؤال شهير جدا هو الجلسة حضراتك بسجلها لي يا دكتور ولا لا عشان يطمئن أن الجلسة بتتم في سرية وأن ما فيش أي بيانات هو هيقولها بيتم التسجيل ففيه كان بيبقى شك كشوية دي هي فكرة صحيحة ولا متأثرين بالأفلام شوية لا 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 طبعا هي فكرة مش صحيحة يعني المفروض الجلسات دي بتتم في سرية تمة والمفروض أن أي حد بيتلقى العلاج النفسي لازم يبقى مطمئن أن أي معلومات بيقولها سواء كانت تستحق أن هي يعني تبقى في سرية أو ما تستحقش أنها تبقى في سرية لازم يبقى مطمئن كل بياناته محفوظة تماما وأن ما بيتمش تسجيلها خاصة في بعض المرض بيبقى عندهم شكة أصلا فده بيأكد أن إحنا ممكن نكون بالضبط المهم أن فكرة الصحة النفسية الإلكترونية كان فيها نوع من أنواع المقاومة في تدمجها في الخدمة العلاجية طبعا بعد جائحة كورونا دنيا اختلف التمام فكرة العزلة المنزلية الشديدة اللي حصلت إحنا كنا نشوف في البيوت ممكن يكون الواحد أو أخوه كم في خطوط تليفون واتصال كمان للدعم النفسي؟ وهو ده الحقيقة اللي ابتدينا به يعني تقديم الخدمات عن بعد اللي هو الهوتلاين الخط الساخل للأمان العام للصحة النفسية وكان بيشتغل 24 ساعة كان بيقدم الخدمات برضو بشكل مجاني تماما بس كانت بقى فيه فرصة نحن ندمج الصحة النفسية الإلكترونية في الوقت ده خاصة ان في الوقت ده كان فيه نوع من أنواع نقص في الخدمة العلاجية المقدمة يعني الأطباء مش بيروحوا ياداتهم قوي فكرة التردد على العيادات الخارجية كان بيبقى أقل بكتير عشان الإجراءات الاحترازية وكان فيه زدياد شديد للأعراض النفسية الموجودة يعني كل البحوث اللي اتعملت في وقت كورونا بتقول ان نسبة القلق زادت نسبة التوتر زادت نسبة الاكتئاب زادت قلة النوم الخوف فالأعراض النفسية زادت فبقى عندنا أعراض نفسية كتير وفي نفس الوقت عندنا نقص في تقديم الخدمة العلاجية هو ده نتكلم عليها يا دكتور يا حاك قلت نسبة القلق زادت الخوف زادت التوتر زاد ده يخليني يعني هنا استعين واحد زميلي كده دايما يقولك ايه كلنا مرضى نفسيين لكن بنسب يعني من كتر ما احنا بنتعرض لضغوطات ومشاكل طبيعي بتأثر فيها وانا مش راخد بالي الخدمة اللي انتو بتقدموها بقى على المنصات الالكترونية الجديدة هل الخدمات دي هي مجرد الإبلاغ عن الحالات سواء كان إدمان أو حد عاوز تأهيل نفسي ولا بتقدروا اللي انتو كمان تقدموا العلاج من خلالها طيب خليني أوضح ايه المنصة الالكترونية للصحة النفسية أولا هي منصة افتراضية تفاعلية مجانية افتراضية يعني بتقدم الخدمات عن بعد تمام بشكل إلكتروني عن طريق الانترنت أو الناس المستقدمين للانترنت تفاعلي وهي دي بقى الفكرة احنا بنقدم ايه من خلال المنصة أول حاجة يقدر المريض من خلال المنصة يعمل استبيان ذاتي عن الأعراض اللي موجودة عنده أو عن الحاجات اللي موجودة عنده لكن هذا الاستبيان ما بيشخص هذا الاستبيان بيقول إن المريض ده عنده أعراض وبالتالي الأعراض دي بتقول إنه محتاج إنه هو تدخل علاجي هنا بقى بتيجي النقطة التانية المهمة إنه ينفع إنه هو يعمل جلسة مع معالج عن طريق المنصة وبالتالي يقدر ينفع إنه هو يحجز مع معالج والجلسة دي تتسجل من خلال المنصة مش تتسجل يعني ريكوردينج تتسجل يعني يقوم بأداءها مع معالج وده بيتم في سرية تمة من خلال إنه هو يعمل حساب شخص نفسه مش بيقدر يخش عليه حد غيره هو والمعالج بعد كده بتقدم معلومات كتيرة بتبقى متاحة وده اللي احنا بنشوفه على المواقع الإلكترونية عموما بس إحنا هنا فكرة الثقة في المعلومات يعني إحنا خلينا نقول إحنا لو دخلنا على أي موقع إلكتروني وسألنا على أي مد عن أي معلومة علمية وده بيحصل يا دكتور طول الوقت مش كده وخصوصا بقى يعني فيما يخص الطب وبنلاقي الناس بتقول كتير حالات كتير بتقدي معلومات ملاش أي القرواق فكرة بقى أن يبقى فيه موقع يتبع جهة حكومية عليه إشراف طبي من معالجين مسؤولين وبالتالي المعلومات اللي بتتقدم بتقدم في الطب نفس العام بتتقدم في الإدمان بتتقدم في طب نفس المراقين والأطفال بتقدم في طب نفس المسنين عن الاضطرابات النفسية وعلاجها والأزمات النفسية وإزاي نتعامل معاها لأن الحقيقة ممكن يكون المستخدم اللي داخل يستخدم المنصة مش عايز يسجل الجلسة مع معالج لكن عايز ياخد زي تابس ويعرف معلومات تساعده أو تديله مهارات أنه يعرف يتعامل مع الأزمات اللي بتعالجها ووجود وزارة الصحة إلكترونيا حاجة مهمة جدا لأنه الناس بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا بتستقي معظم معلوماتها منها وتسمع من أي حد ويمكن إحنا عندنا تجريمة نكحة جدا معدار الإفتال مصرية بقينا بنشوف تواجد إلكتروني كبير جدا 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 رد على كل ما يثار في المجتمع رد بيوصل للناس بسهولة فمسألة أنك توصلوا للناس وتكون الجاهة هي وزارة الصحة شيء مطمئن جدا وكمان بيقدر أن هو يشارك تجربته بس بإشراف حد من الناس المسؤولة عن المنصة عشان أي حاجة المفروض تنزل لازم بتترجع ولازم بتتشاف بحيث أن ما يحصلش أي بلبلة في الخدمات أو في المعلومات المقدمة للمستخدمين حاجة برضو مهمة جدا أن من خلال المنصة بيتم تقييم الأداء وده مهم جدا في الفترات الجاية في أي برنامج بيتم تنفيذه في وزارة الصحة من وجهة نظري أنه لازم يكون فيه على المنصة ما يتيح تقييم الأداء من خلال حضرتك كمستخدم أو كمقدم خدمة عشان نعرف نطور الخدمة زي ونحسنها بالإضافة أن من دايوان المنصة بتشتغل بيحصل تسجيل لكل الإحصائيات عدد المستخدمين قد إيه أعمارهم قد إيه سيدات أو الرجال هي تشتغل إنترى خلاص فعلا الشغل التجريبي إيه للترابات النفسية الأكتر اللي بتسئل عليها إيه فروع الطب النفسي اللي بتسئل عليها ممكن مثلا نكتشف أن في الوقت ده الناس بتسأل عن الحاجات المسنين طب نفس المسنين أكتر ما بتسأل عن إدمان في وقت تاني ممكن نكتشف وبالتالي ده بيخلينا نعرف إزاي نطور الخدمة إيه اللي نركز عليه إيه اللي احنا محتاجين وشكل المجتمع كمان بالضبط بالضبط وزاي فعلا نعرف نعمل دور توعوي حقيقي من خلال المناصر لا وده كمان بيأكد لنا فكرة اختلاف احتياجات المجتمع من الوقت الآخر زي ما حيك قلت صحة الصحة النفسية عند المسنين الصحة النفسية عند الشباب فقدر أعرف الظواهر اللي بيعاني منها المجتمع في وقت يعني أقول لحظيا بقى لحظة بلحظة أقدر أعرف المتغيرات اللي موجودة عندي مستناش نضغير مؤشرات أداء اللي احنا دلوقتي بقول عليها مؤشرات أداء في حاجة كمان مهمة جدا بس قبل الحاجة عشانك سألت عليها افضل الحالات الطريقة طب لو حد عنده حالة طريقة واستخدم المنص المنصة زي ما قلنا هي تفاعلية وبالتالي هي مسجلة عليها كل الحالات الطريقة بحيث أن ينفع على طول المنصة تحول أي حالة طريقة زي حالات الانتحار زي حد عنده حالات هياك شديدة طبعا اللي بيخش ساعة هيقول حاجة كده يا المريض دي حد من أسرته فبتحوله فورا على الخط الساخن عشان التدخل للفور السريع أو بتوجهه لأقرب مستشفى حكومي في المحافظة اللي هو تابع ليها ده طبعا هل بقى السؤال اللي دلوقتي يمكن الناس اللي بتتفرج علينا بتسألوا هل الخدمة دي بتقدم مجانا وهل فيه أي نية לرسوم أو نية مبيتة לرسوم فيما بعد اطلاقا ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي أنا طلبتها وإحنا بننصق أو بنبني المشروع ده إن الخدمة تبقى مجانية لأن الحقيقة فيه منصات يعني إحنا مش نقول إن إحنا المنصة الوحيدة اللي موجودة إحنا المنصة الوطنية الحكومية المجانية الوحيدة فيه منصات بتقدم الخدمات العلاجية والخدمات العلاجية النفسية لكن الكلفة بتبقى عالية والحقيقة عشان أعمل جلسة مع معالج وأنا قاعدة في مكاني بتبقى الكلفة أعلى بكتير منها لو هروح له العيادة وإحنا مش بنقدم المنصة إحنا بنقدمها للجمهور كله يعني للناس اللي قاعدة مش قادرة تدفع للناس اللي قاعدة طبقات حتى طبقات المتوسطة دلوقتي أحيان ما بيبقاش معاها إمكانية هنا تدفع أصلا كشف وتروح هنا ولأ يمكن كمان إحنا معند نشرة ثقافة بتاعت إن أنا روح أدفع لدكتور نفسي الناس بتروح لدكتور السنين لدكتور القلب يعني لما يكون في حاجة تستحق إنهم بيبقاش بيأجلوا فكرة الدعم من نفسهم انا عايز أسأل حضرتك عن كمان الأطفال وهل يوم وجود داخل المنصة لأنه إحنا على قد ما نقدر بنحاول نربي بنحاول نربي زي ما احنا تربينا لكن الجيل دلوقتي مختلف ولغته مختلفة ويمكن كتير منهم بيتعرض لأزمات نفسية يعني جاية من تنمر جاية من تفكك أسري الأطفال وضعوهم إيه على المنصة طيب عشان كده إحنا بنقول إن المنصة بتخدم كل فروع الطب النفسي بمعنى إن إحنا عندنا معلومات موجودة على المنصة فيما يخص طب نفس الأطفال والمراهقين وأخذ أكتر اللي إحنا بنتخيل إن هم هيكونوا المستخدمين هم هيبقوا الأباء والأمهات لأن الحقيقة الأباء والأمهات هم اللي بيبقوا محتاجين إن هم ياخدوا تاني مهارات ومعلومات تساعدهم إن هم يتعاملوا مع أطفالهم لو عندهم مشكلة طيب لو دخلوا وقالوا إن هم محتاجين إن هم يحجزوا مع معالج جلسة عشان ياخدوا المساعدة لطفلهم هل ده موجود؟ أه موجود موجود وموجود بشكل متاح وعندنا معالجين مؤهلين لطب نفس الأطفال والمراهقين موجودين معنا برضو في المنصة فسواء كمعلومات أو سواء كخدمة علاجية مباشرة من خلال الجلسات ده موجود على المنصة نقدر نقول إنها منصة متكملة بتقدم الخدمة لكافة فئات المجتمع المصري بكل الشرائح وأيضا المختلف طيب السؤال بقى هنا إحنا تكلمنا على تقديم الخدمة للجمهور عاوز أعرف مقدم الخدمة إزاي بيتم تأهيل الإخصيين النفسيين يعني اللي بيتعاملوا في هذه المنصة وبيقدموا خدمتهم تمام إحنا الحقيقة إحنا عارفين يمكن إن أكتر المعالجين في بلدنا على الأقل ممكن ما يكونش عندهم معلومات كافية عن الإيمينتال هالس أو عن تقديم العلاجات من خلال منصات إلكترونية وعشان كده إحنا الحقيقة ما كانتش الجهة الوحيدة هي الجهة كانت الرعية هي من نظام الصحة العالمية لكن الأمانة العامة ونظام الصحة العالمية كان معاهم جهتين مهمين جدا للشراكة في المشروع المركز القومي للمعلومات هو الحقيقة دلوقتي اللي بيعمل استضافة وجمعت بريتش كلامبيا في كندا الحقيقة هم مشكورين عمل وتدريب للمعالجين اللي المفترض هيقدمه الخدمة على الإيمينتال هالس فإحنا أي حد مفترض أن هو هيكون موجوده بيقدم الخدمة لازم بياخد تدريب وتدريب دولي من الناس المفترض أن هم جربوا ده وتعاملوا معاه عشان يعرفوا يقدموا الخدمة عشان يعرفوا يقدموا الخدمة دكتور سالي النبي مدير المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان من أشكرك شكرا جزيلا على وجودك مع ناعد أقدر شكرا جزيلا لك شكرا لك يا دكتور شكرا جزيلا لكتورة